اشتركوا في القناة فضلنا مش الله خلق خليقة بدأها برأس اللي هو آدم لما سقطت الله هل أنه هبدأ خليقة تاني عيلة تاني طب هبدأها بمين برأس برضو المسيح عاش كده أحد أهداف التجسد تأسيس الخليقة الجديدة فالله لما بدأ الخليقة القديمة البشرية بدأها بآدم فآدم جر الخليقة كلها إلى الخطيئة والموت إلى الدمار الله ساب الخليقة دي زي ما هي حاول في العهد القديم كل المحاولات للإصلاح ولا ينفع الإصلاح في الإنسان أحلى الدول وأرقى الدول يا أسيس لو اتزالت قبضة الحكومات اللي فيها إيه اللي حصل فيها الفوضى الفوضى والشر مش كده نعم هو ده طابع البشر بسبب الخطيئة والموت طابع الشيطان طابع الشيطان تمام الله رح بدأ خليقة جديدة فعشان يبدأ خليقة جديدة رح يجاب لنا رأس جديد نعم عشان كده أحد أهداف التجسد أن المسيح يصير رأس الخليقة الجديدة الخليقة القديمة ترابية الصنف لأن رأس الخليقة صنف وترابي تمام الخليقة الجديدة سماوية الصنف لأن رأس الخليقة سماوي فعشان كده العالم كله عبارة عن عائلتين عائلة ترابية عائلة سماوية عائلة رأسها آدم عائلة رأسها المسيح عائلة مستعبدة تحت الخطيئة والموت عائلة حرة من الخطيئة والموت وإحنا بتكلم عن آدم بغض النظر شو الخلفيات الديانات كله يعني تحت صنف واحد كلنا عائلة واحدة لأن لينا أب واحد كلنا جينا منه آدم الجد الكبير تمام فعشان كده مهما كان صنف البشر مهما كانت ديانته لأنه من عائلة آدم كل إنسان بيسمعنا عارف أنه هو مستعبدة تحت الخطيئة والموت لكن إحنا رب تبنانا يعني هاي الفكرة التبني في العهد الجديد وصرنا عائلة عائلة الله نعم إيه اللي حصل قدامي أدي عائلة مزلولة مستعبدة تحت الشر وعندي عائلة تاني وكل إنسان يختار نعم كل شخص اتزل من الخطيئة والموت عايز يختار ينتقل إلى العائلة الجديدة العائلة السماوية اللي يحصل لما انتقل ليها أنا خارج دائرة الخطيئة والموت ليس للخطيئة أو الموت سلطة موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر